من الاتهام إلى الإدانة حولت إيران روايتها الرسمية عن دور خارجي في المظاهرات التي تسودها منذ أكثر من شهرين الخارجية الإيرانية تعلن عن امتلاكها أدلة على تورط دول غربية في الاحتجاجات وترفض تدخل الأمم المتحدة في الأحداث بحسب كنعاني هناك معلومات دقيقة عن الأمر تم تقديمها إلى سفراء هذه الدول المقيمين في طهران المتحدث باسم الخارجية حدد الولايات المتحدة وحلفائها ودولا غربية لم يسمها بالضلوع في المظاهرات كيلو الاتهامات الفارغة ضد إيران نهج معروف تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض حلفائهما إيران لديها الشجاعة الكافية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحمل المسؤولية عنها وفي الصياق ذاته أكدت طهران رفضها أي دور دولي للتحقيق أو تقصي الحقائق في الأحداث وشدد المتحدث على أن طهران لن تتعاون مع اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة لتقصي الحقائق جمهورية إيران كما ذكرت لن تتعاون على الإطلاق مع هذه اللجنة السياسية التي أطلق عليها اسم لجنة تقصي الحقائق واستدعت طهران السفير الألماني لديها للاحتجاج على تقديم بلاده لمشروع القرار أمام مجلس حقوق الإنسان والذي نتج عنه تشكيل لجنة التحقيق وكانت إيران قد استدعت خلال الأيام الماضية سفراء بريطانيا وفرنسا ودول أخرى وسلمتهم مذكرات احتجاج على مواقف بلدانهم من الاحتجاجات وألقت إيران القبض على عدد كبير من رعاية هذه البلدان بزعم تورطهم في التحريض على ما تصفه بالشغب واندلعت المظاهرات في النصف الثاني من سبتمبر الماضي احتجاجا على وفاة الشابة محسى أميني خلال احتجاجها لدى الشرطة وسقط عشرات القتلى وجرى اعتقال المئات منذ اندلاع الاحتجاجات اشتركوا في القناة